انعكس الحراك السياسي سلبا على السياحة التونسية في السنوات التي تلت الثورة ويعمل أهل القطاع على تأمين المناطق السياحية لجذب السياح ومعادلة أرقام السنة الماضية وتطويرها نخدم تقريبا بصفة يومية ومتواصلة مع قوات الأمن متاعنا مش نأمن ومنع كل المنشآت السياحية والحمد لله حتى كان صارت عمليات عمرها ما كانت منع عمليات اللي مست مباشرة معناها النشاط السياحي وانما كانت عمليات بعيدة شوي على حدود واحد رغم اللي أثرت بصفة سلبية وما خلتش معناها النفس النساق التصعدي لتمنينه لكن زادا ما كانتش معناها أسباب في معناها تراجع الموسم السياحة أصحاب الفنادق من جهتهم يعتبرون مشكلة تراكم ديونهم عائقا رئيسيا ويطالبون بمعالجة هذه المشكلة بجدية لإعادة الروح للسياحة التونسية الفنادق هذه والتي أعدادها هام تراكمت عليها المديونية ووقع معناها تأثير كبير على بقية الفنادق لأنها جبرت بوضحها المالي جبرت تخفض في أسعارها وجرت سوق كامل إلى تخفيض الأسعار وهذا تخنى في دوامة غير مقبولة ويجبنا نتلافاه ونوقفها ولتفادي النقص في أعداد الوافدين الأجانب يقترح مدير النزل والمنتجعات تشجيع السياحة الداخلية لما توفره من ضمانات لا تتأثر بالتقلبات السياسية العمل الدعوب لنمي السياحة الداخلية لأن السياحة الداخلية في نظري سوق هام جدا تمكننا من تحسين قدرتنا التنفسية وقدرتنا التفاوضية مع وكالة الأسفار كيف تبدأ عندنا قاعدة هامة من سياحة داخلية نجمع قدرتنا التفاوضية مع الخارج مع الأسواق الخارجية أفضل بكثير ويأمل المهنيون أن تعود الحركة لقطاع السياحة من خلال استقرار الأوضاع السياسية في تونس بعد الانتخابات ثلاث سنوات بعد أحداث الثورة ولازالت السياحة التونسية تبحث عن توازنها بين مساعي الحكومة والمهنيين لإنعاش القطاع والتحديات الأمنية والسياسية لتوفير الهدوء والاستقرار أيمن الرزقي سكاي نيوز عربية تونس